السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كوراس بورت أهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن نادي الأهلا نتكلم فيها عن باقي أهلا دي المصري وهنرد فيها عن كل الأكذيب والشاعات المغرضة عشان كده لو أنت أهلا وقلب الجامد حديد في حديد يلا اضرب كل لك الشديد عشان نوصل لأكبر عدم من مشاهدينا ومتابعينا ويلا بينا نبدأ على بركة الرحمن سبحان الله نادي لعبته وعملوا إضراب وتمرد ورفضوا نزول التدريبات لمدة يومين وربعة يروحوا شربوا الشاي يعودوا فلوسنا فين ما فيش فلوس يلا نروح يومين ولا في حد طلع في الإعلام اتكلم نص كله طلع عضو مجلس إدارة قال إنهم مش قادرين يدفعوا المستحقات لللاعبين وفي نفس الوقت مش قادرين يعقبوا اللعيبة على ما فعلوه من إضراب بسبب إنهم عندهم مباراة مهمة وهي مباراة الترجي بالإضافة لغرامات وأحكام وعقوبات ومديونيات ومستحقات مالية للفيفا ولاعبين لهم شكاوة في الفيفا الإعلام الرياضي في مصر كلها ساب المشاكل والأزمات دي كلها وأصبح همه وشغله الشاغل هو محمود عبد المنعم كهربا كل البلاو اللي فاتت دي حمادة وموضوع كهربا حمادة تاني خالص كل الإعلاميين نصبوا الصوام وطلبوا النادي الأهلي كلهم دون استثناء بدبح كهربا تحت مسمى المبادئ القيم النادي الأهلي لا يا جماعة الأهلي عمره ما يبقى كده طبعا الأهلي عمره ما يبقى كده ولكن حضرتك فين الشفافية والموضوعية في تناول الأمور نادي في كل الأزمات دي كلها ألاقي الإعلام يسيب الأزمات دي ويغض الطرف عنها ويمسك بس في مشكلة كهربا مشكلة كهربا اللي بالمناسبة بتتكرر في كل ملاعب العالم شفنا محمد صلاح في ليفربول طلع ما سلمش على كلوب يورجون كلوب الدنيا ما تقلبتش الإعلام في انجلترا ما طلبوش ليفربول يلا اعلنوا رحيل محمد صلاح أو محمد صلاح ما ينفعش يكمل تاني لا فيش الكلام ده عنده لكن لأن احنا عندنا ناس أنا آسف في اللفظ مغردين بتسمع الكلام ده وبتشوفه عندنا كمات تعال نروح لي بعض الأقاويل اللي تقالت عن النادي الأهلي خلال 24 ساعة الموضوع السيد أردارديري السيد أردارديري في قنوات أو في قناة النادي المنافس كان له بعض التصريحات اللي لازم يترد عليها لأن الدرديري راجل مطبلاتي وهجاز ومن ضمن هزازي الرؤوس واحد من الناس اللي بيوصفه أنه هو قاسفي جبهات وهو لا قاسف جبهات ولا حاجة واحدها طال بيطلع يلقح بالكلام زيه زي الحريب بالزبط يمكن الحريب أرجل منه ولكن الدرديري كان له تصريحات بالأمس تصريحات الدرديري قال إن كهرباء لاعب هارب من الزمالك ورمضان صبحي أفضل منه مليون مرة طبعا وجهة نظر من وجهة نظر أنا لا تحترم لا تحترم لأنك لما تطلع تتكلم على لاعب وتقول عليه هارب أنت من آدم مش محترم وللأسف الكلام ده يتقال في قناة ملك للدولة الدرديري قال لك برفع القبعة لإدارة نادي الأهلي على عقوبة كهرباء وكمان العقوبة مش 200 ألف لا ده هي أكتر من كده ده هي 800 ألف بس الأهلي قال 200 ألف كده بس إيه؟ عشان الإعلام والكلام ده كل طب ما يهطل يهطل لو الأهلي لو الأهلي طالما الأهلي عمل عقوبة وأعلن عنها إيه الفكرة إن أنا أقول 800 من 200 وأقلل وأجدب ليه؟ اللي يخلين أنا كنادي أهلي أجدب أو أخفي الأمر فاللي عمل عقوبة قبل كده مليون جنيه هيخافي يقول إن أنا عملت عقوبة على كهرباء 800 ألف جنيه؟ طيب الدرديري اللي شايف إن محمد أبو جبل يستحق إن هو يكون حارس مرمى مصر الأول حارس مرمى منتخب مصر تبدأت رد عليه تقال له إيه؟ يا ابني إذا كان مدر بنادي الزمالك شايفه لا يستحق إن يكون حارس مرمى الزمالك عايزه يبقى حارس مرمى مصر في وجود ربنا يحفظه محمد الشناوي إذن إنت لا مؤخذة لا بتفهم ولا بتعرف أي حاجة في كرة القطر تعال نروح له واحد تاني وهو الأستاذ محمد شبان طبعا مع احترام الكامل محمد شبان رجل محترم ولكن محمد شبان قال النهاردة تصريح برضو ما عجبنيش قال إن إدارة النادي الأهلي أعلنت عقوبة كهرباء لسبب من اتنين إما إن النادي الأهلي بيقول للجمهور أدي كهرباء خلصوا أنتوا عليه أو إن النادي الأهلي بيعمل كده إن النادي الأهلي خايف إن الموضوع يكبر والنادي الأهلي ما يقدرش على كهرباء فالنادي الأهلي بيرمي كهرباء وبيضح بيه قدام الجمهور أحب أقول له أستاذ محمد شبانة يا أستاذ محمد أنت لو رجعت للتاريخ عسام الحضري الأهلي طلعوا بره الأهلي خالص بعد ما رجع من سيون وطلب إن يعود والأهلي رفض فاكرين 85 الأهلي والزمالك في كاس مصر الأهلي بيستغنى عن حوالي 16 لاعب من الفريق الأساسي وبيصعد الناشئين وبيلعب في دور التمانية كاس مصر قدام نادي الزمالك وبيكسب بالتشكيلة الاحتياطية والناشئين كاس مصر وبيكسب نادي الزمالك والمقاولين العرب والإسماعيلي وبياخد البطولة إذن الأهلي لبيخاف من الجمهور ولا الأهلي بيعمل حساب للعيبة ولا الأهلي بيعمل أي حاجة إلا لمبادئ النادي الأهلي ولإسم النادي الأهلي تعال نروح لكابتن متحة شلبي ملك الدفاتر الأديمة متحة شلبي قال إن كهرباء بيلف على النادي كله عشان يعتذر والطبطبة هي سبب الأزمات قال إن الأهلي خلاص كتب نهاية كهرباء ونهاية عصر كهرباء وأعلن عن الموعد المحدد لرحيل كهرباء وقال إن الإعلام بيطبطب على كهرباء عشان كده بيزيد في الغلط والسبب في اللي وصل له كهرباء إن الإعلام كان بيطبطب على كهرباء طب السؤال لكابتن شلبي حضرتك كنت فين لما نادي الزمالك كهرباء طلع بسق وتف على جماهير نادي الزمالك وكان خناءات شبه يومية مع الرئيس السابق لنادي الزمالك وحدث ولا حرج بقى بين شتايم وسباب وتجاوز وكانت بتطلع العقوبة وبتتلغي بعد 24 ساعة كنت فين وقتها؟ ما طلعتش الدفاتر الأديمة وقتها ليه؟ طبعا أعتقد إنه ما كانش يجرؤ إنه يطلع دفاتر أديمة ولا يتكلم عن أي لاعب لنادي الزمالك متحدث الرسمي النهاردة لنادي الزمالك آل كارسة تصريح اللي قاله المتحدث الرسمي أو رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك كارسة بكل المقايز عيب قوي لما يطلع المتحدث الرسمي ويقول إن إحنا طلبنا من نجوم تونس وسام العبدي ويامن بن ذكري إنه هما يعودوا ويزوروا معسكر نادي الزمالك عشان يعودوا مع فرجاني ساسي عشان يتحيلوا عليه عشان يوافق على تجديد تعاقده مع نادي الزمالك أو إنه يخفض المبلغ شوية عشان الناس وعشان خاطر نادي الزمالك حد يفهم المتحدث الرسمي بالنسبة لي نادي الزمالك إن نادي الزمالك نادي كبير وإن نادي الزمالك مش هيقف لا على ساسي ولا على ماسي ولا على أي حد وخد المفاجأة المدوية إنذار أشرف بن شرقي إذا ما حصلش على مستحقاته كاملة طبعا بن شرقي له مستحقات له مستحقات سابقة وليه النسبة بتاعة الخمسة وعشرين في المية من العقد الجديد يوم عشرة مارس نحن النهاردة كام؟ خمسة؟ خمسة فاضل خمس تيام إذا لم يتم سادات كافة مستحقات أشرف بن شرقي يحق له فسخ عقده مع نادي الزمالك يحق البن شرقي فسخ تعقده مع نادي الزمالك تعال نروح ليه أحمد حسام ميدو ميدو الإعلامي ميدو المتحدث الرسمي والمستشار الفني لنادي بيرمت ميدو تعقيبا على عقوبة كهرباء قالك لازم اللعب يبقى محترم مع المدرب بتاعه ميدو طبعا دي صورة بتوريكه قد ايه ميدو كان محترم مع المدير الفني بتاعه وهو كابتن حسن شحيد فاكرين الصورة دي؟ ها شايفين الصورة دي؟ الصورة دي في سنة 2006 كأس الأمم الأفريقية طلع ميزه ونزل عمر ونزل عمر واسحب ميزه فاكرنا دي بتوريكه قد ايه اللاعب بيحترم المدير الفني بتاعه ده بالنسبة لي كابتن ميدو كمان شيكابالا فاكرين شيكابالا؟ مع كابتن حسن شحاتة برضو لما خرج عن النص في مباراة للزمالك في الدوري أثناء تغييره وتعامل بشكل غير لائق مع كابتن حسن شحاتة حد طلع يتكلم وقتها؟ حد طلع قال تلت التلاتة كاب؟ طبعا السكاكين بتسن فقط للعبي النادي الأهلي وهو عني نسألك سؤال ما سألتش نفسك هو الإعلام والإعلام المنافس والنادي المنافس وجمهور النادي المنافس عمالين بيسخنوا الدنيا على كهرباء ليه؟ ما سألتش نفسك السؤال ده؟ أعتقد الإجابة واضحة وصريحة الإجابة إن كهرباء قرر إنه يضحي بكل حاجة عشان خاطر النادي الآن كهرباء قرر إنه يضحي بالنادي بجماهيره بالمغريات وال40 مليون اللي تحطوا له في شنط وقالوا له تعالى ووقعه وما تخافش مش هنعمل لك حاجة بس يرجع من البرتغال وتعالى وما تروحش الآلي ومع ذلك كهرباء رفض يرجع أعتقد الموضوع واضح تعالى نروح للصورة النهاردة اللي نزلها أو موجودة في تونس الصورة دي أعتقد عيب قوي عيب قوي لما إخواتنا في التراج التونسي ينزلوا الصورة دي لفتاة عاهرة وحطين جنبها نقاس في عالم الزمالك وعليه الألوان بتاعة الشواز وكتبين على اليفتا أو اللوحة دي أو اللفتاة عاهرة في سوب طاهرة ده صورة نزلوها النهاردة أعتقد هذه اللفتاة من جمهير نادي الترج التونسي في التدريبات الصباحية النهاردة لنادي الزمالك هي إهانة لا تقبل من قبل أي إنسان مصري محترم عارفك يا اللي بتتفرج علي صديقي وأخوي الأهلاوة تقول لي مهو بندق وبيليا الدلدول كانوا فرحانين ومبسطين وجمهير كبيرة من جمهير النادي المنافس كانت فرحانة باللي بيحصل لنا في تونس وكانوا بيسخنوا جمهير الترج علينا والأوتوبيس الأهل الكسر وكنا داخلين معركة وحرب في تونس ومنسناش اللي حصل فيه ملعب الجوهرة الزرقاء في الهلال السوداني والسككين والسنج اللي أطيب خلق الله اللي هم الشعب السوداني إخواتنا في السودان تم تسخنه من قبل بيليا الدلدول وأشكاله والضلة اللي برضو سخنه الجمهير على النادي الأهل ولكن هقولك ببساطة مش معنى إن حد قليل الأدب يبقى أنا لازم أكون قليل الأدب زي مش معنى إن حد بيعمل تصرف غير محترم إن أنا أبقى زي لا في فرق بين التحفيل بيننا كأهلوية وزملكاوية حفل على بعض عادي حفل على أخويا الزملكاوي وابن عم الزملكاوي او ابن عم الزملكاوي حفل علي دي بيننا احنا شعب واحد نمعيب وكل العيب إن جماهير الترجع التونسي اللي معروفين ما شاء الله يعني لجمهور الترشي الترشي ومعروف البطولتين اللي خدوهم آخر مرتين اللي هما في 18 و 19 حصل عليهم إزاي سواء كان من نادي الأهلي أو من نادي الوداد المغري هذه التصرفات والتجاوزات غير لائقة وغير مكبولة داخل ملعبنا العربية أو الافريقية وأنا واحد مصري ما قبلش إن يتقال على نادي الزمالك عاهرة في سوب تاهرة وينزلوا صورة واحدة من غير هدوم أو لابسة بعض الملابس بتاعتها ويعملوا عالم الزمالك بألوان الشواس فأنا من ناحية أنا برفض ومش قابل الموضوع ده بالنسبة لي آآ نادي الزمالك وموضوع الترجي التونسي خلصت أهبرنا ما خلصتش حاجاتنا هستنى كل عرقكم وتعلاقاتكم وقولولي رأيكم في اللفتات أو اللفتة بتاعت جمهور الترجي التونسي خلصت أهبرنا سلام عليكم